سؤال هل إذا دخلنا الجنة حنتذكر إيش كان يصير معانا في الدنيا خلينا أقول لك أول شيء إن الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة بلاطها المسك وخصباءها اللؤلؤ والياقوت وترابها الزعفران وفي الجنة أنهار من اللبن والعسل والخمو وإن أعمارنا في الجنة زي ما قال رسول صلى الله عليه وسلم صلي الحبيب يدخلوا أهل الجنة الجنة جوردان مردن مكحلين أبناء ثلاثين أو ثلاثة وثلاثين سنة ولما نخش الجنة هنتذكر كل اللي سار معانا في الدنيا لا وكمان ذكرتنا في الجنة تكون أقوى من ذكرتنا في الدنيا هنا وكمان هنتذكر الدنيا لما نشوف الفاكرة اللي في الجنة لأنها حتكون شبيهة لفاكرة الدنيا ولكن هناك حيكون الحجم والطعم مختلف تمام زي ما جاء في القرآن كلما رزقوا منها من ثمرات الرزقة قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وقوتوا به متشابهة ومهما تخيلت الجنة وجمالها حتكون الجنة كمان أحسن ليش لأن قال رسول صلى الله عليه وسلم ما لا عين رأت ولا أذر سمعت ولا خطر على قلبي بشر اللهم وإياكم أجعلنا من أهل جنة الفردوس الأعلى